في اللوماجي بدو زينب بن وغرم تحكينا على مشروع المجلة الجيبائية 2025 كل يوم مليتين للجمعة من 5 إلى 7.25 مع ولي برحومة عليك سبخة سفاد اللوماجي سبخة أهم أخبار النجم ونحكيه عليه الجمعة هذه باتبيعة الحال هو مشروع قانون المالية لسنة 2025 برجة معلومات الدولت حول أهم أفكار وتوجهات الميزانية عام سنة المشروع يعكس صورة خوف الدولة تسكرت عليها البيبين لكل وقفة الزنقى بالهرب القانون تحول من قانون مالية لمجلة جيبائية حسب الأرقام اللي وردت في المشروع تقريبا 50 مليار من مداخيل الدولة لـ 2025 منهم 45 مداخيل جيبائية 45 مليار دينار مداخيل جيبائية الضراء بتزيدت على اخطايا النشاطات الاقتصادية الخواص منهم العموم ومن ناحية العادلة العادلة الجيبائية المرهيذة مست الناس الكل نرجع ونفكروا بالفلسفة الأصلية للقانون هذا اللي ضاعته شوية وهو سياغة السياسية العمومية السنوية في إطار مخطط تنمية يعني وسيلة لتكريس أهداف الدولة الاقتصادية والتوازنات الاجتماعية بالنسبة لأهداف الدولة المعلن عليها لسنة 2025 دعم القدرة الشرائية والدولة الاجتماعية لإصلاح الجيبائي دعم وتمويد المؤسسات وتجزيع الاستثمار دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وإدماج الاقتصاد المويزي ومقاومة التهارب الجيبائي لحقيقة ما نعرفوش كيفيش بشتدمج الاقتصاد المويزي وتقاوم التهارب الجيبائي ولا تدعم القدرة الشرائية من خلال زيادة الضرائب أما بالنسبة لدعم الاستثمارات منيش بش نحكي عليها برشا زوز أرقام تلخص كل شيء تم توفير 20 مليون دينار لموارد صندوق الوطني للتشغيل بين تمويل استثمارات وقروض وقروضات للاستغلال لشركات الصغرى والمتوسطة وقروض الشركات للنجقة مقابل 20 مليون دينار نفس المبلغ لدعم الشركات الأهلية فقط هون بش نعقب فما تقريبا 800 ألف شركة صغرى ومتوسطة و64 شركة أهلية فقط لحد جوان 2024 ومينيش بش نعلق على الأرقام إذا من حوصلوا مصاريف الضرائب اللي بش ندفعوها بش نتوزع في ثلاثة حاجات دفع المصاريف متع الشركات الأهلية العصة على البحر دفع ضريبة الفشل الحكومي لسنوات متعاقبة وما نستثني منها حتى حد هي مسؤولية جماعية متراكمة أما بالنسبة لما يورد الاقتراض نحكيه على 6 مليار دينار اقتراض خارجي و22 مليار دينار اقتراض داخلي في انتظار توضيح مصادرها ما بلغ مهيش صغيرة بش يتحملها القطاع البنكي متاعنا اليوم هوني كل الخيارات مطروحة زعمة بش نتوزع اقتراض المباشر من البنك المركزي في بعض الاحيان ننسى وكونه قانون المالية هو اداة لتحريك عجلة النمو لدفع الانعاش الاقتصادي لدعم قطاعات معينة اللي شفناه على الاقل في مشروع قانون المالية لسنة الفين وخمسة وعشرين كما اللي شفناه في قوانين مالية سابقة هو يمكن التعبير وتسميته اصطيلاحا مجلة جبائية ابسوليما ابسوليما اللي شفناه الساعة معناها في المنطق متاعه وفي استركتور متاعه تقولش عليه فاما بلاجيا في قانون منقل تقول انت منقل من السنوات الفارتة وهذا معيب ديما البلاجيا حاجة مش باهية بالكل الشي الثاني هو معناها يبدو انو وزارة المالية تخمم بمنطق عصفور في اليد خير ملمية فوق الشجرة سيدا دير ما وعندنا احنا اكل اكل الاجراء والشركات والمؤسسات اللي منظمة وكده هات نكبشوا فيهم نزيدوا ننزل عليهم وكما قلت انتي فلافل يعني كنت تربي ما تقول يا شنو يكروا انزل انزل عليهم ومزلي بنفس زيد ايو 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 بهذا المنطق عملوا قانون المالية للسنة الجاية ان منعرش قناعتين ونجمي يتعدى ارى بهذه الصيغة بهذه الزغة لانه ليش كمش يصور يصور مثل نوابة او مجلس القليم الجين اه اه هدفت فاصل بيش تكون اه تجربة جيدة اه ويتنسي هذا هو المساج شكرا لك زينب بن وغنم قلت حاجة ايه عجبتني تجربة جيدة اي تجربة جيدة شكرا سوفيان اه زينب الباستي في الاعداد سيرين حتيت في الاخراج ومحمد الحمر في الديجيتال وليد برحوم انحييكم تقابلوا غدو بداية من نص نهار في الكلب ايكو سننتقبلوا بداية من بداية الاسبوع القادم في نفس التوقيت من الخمسة للسبوع ونص على اكسPRESS FM في لوماج اكسPRESS باي باي